عبارة دايما بيرددها الشيعة الاسم العشرية نحن أتباع الصقلين القرآن والعطرة حتى لما بيجن اتكلم معهم بأدلة أو ببراهين يقولك دايما ليس عندنا كل ما في الكتب صحيح قال الإمام الصادق اعرضوا أحاديثنا على القرآن فما وافق القرآن فخذوا وما خالف القرآن فهو زخرف يا ترى هل ستتمسك الشيعة بهذا القول عن الإمام أم إنه قول حق أريد به باطل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الكرام إن شاء الله تعالى النهاردة مع توضيح وفتح ما في الكتب عند الشيعة الاسم العشرية في توحيد الله سبحانه وتعالى ذكرنا في المقدمة البسيطة اللي فاتت إن الشيعة الاسم العشرية دايما بتقول نحن أتباع القرآن والعطرة نحن من أخذنا من الصقلين نحن من اتبعنا الأئمة سلام الله وسلامه عليهم كما يدعون ويقولون يا ترى في فكر اليوم هل الإمام عند الشيعة الاسم العشرية الذي أحى لهم إلى القرآن الكريم وقال لهم كل حديث يخالف القرآن فهو زخرف أي إن كل قول ورد عندهم في الكتب خالف كتاب الله سبحانه وتعالى زخرف أي يضرب به عرض الجدار ولا يعتد به مقولة دائما ما نسمح عند الحوارات وعند النقاشات اليوم هنفتح ملف خطير جدا ألا هو ملف التوحيد في الفكر الشيعي الاسم العشرية هل فعلا الإمام وافق القرآن وافق أهل السنة والجماعة أم أن المراجع هم من وافقوا الإمام ووافقوا القرآن وخالفوا أهل السنة والجماعة سنثبت بالأدلة والبراهين إنهم اتبعوا أقوال مرجعية لا تمتلك كتاب الله بصلة ولا تمتلك أقوال الإمام بصلة في البداية تعالوا نفهم ماذا قال الإمام عن مفهوم التوحيد والتوحيد اللي هنتكلم عنه اليوم هو توحيد الأسماء والصفاء اللي معروف عند الشيعي الاسم العشرية بتوحيد الزات هنفتح أول كتاب مع بعض ونشوف ماذا قال الإمام عن مفهوم التوحيد كتاب التوحيد للشيخ الصدوق لأبي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن باباويه القمي متوفى سنة 381 هجرية مصورات مكتبة الصدوق صححوا وعلق عليه المحقق البارعي السيد هاشم الحسيني الطهراني بمؤسسة النشر الإسلامي رقم الطبع ورقم الجزء أمانكم حتى لا يأتقاء له يقول هذا الكلام غير موجود في الكتاب نذهب نشاهدنا الكرام إلى صفحة 100-1102 باب إن الله تبارك وتعالى شيء باب إن الله تبارك وتعالى شيء نروح للحديث رقم 8 ونأخذ محل الشاهد من الرواية الموجودة في صفحة 104 ليه حدثني محمد بن مصرور عليه السلام إلى أن يأتي وإثبات إن الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء كما أردت في الرواية ولا يجوز فيه نفي الشيئية عنه وإبطالها ثم هنا نأتي إلى مربط الفرس وعقيدة أهل البيت في الصفة ماذا يقول ثم قلت للرضى عليه السلام للناس في التوحيد ثلاث مزاهم ثم قال لي الرضى عليه السلام للناس في التوحيد ثلاث مزاهم نفي وتشبيه وإثبات بغير تشبيه فمذهب النفي لا يجوز كلام الإمام الرضى ومذهب التشبيه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء والسبيل في الطريقة الثالثة هو إثبات بلا تشبيه يقر الإمام هنا بإثبات الصفات بلا تشبيه وأتمنى من ضيوفنا الشيعة المحترمين كراءة الروايات التي تسبق هذه الرواية لأن الإمام يثبت فيها الصفات لله سبحانه وتعالى بلا كيفية أو تشبيه الله الإمام يعترف بأن للناس في التوحيد ثلاث أصناف أهم صنف منهم هو إثبات الصفات بدون نفي أو تعطيل وده المذهب الصحيح طب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف هل الشيعة الإثنى العشرية هتوافق كلام الإمام للنهاية والله هتعرضه كتاب الكافي في الجزء الأول لمحمد بن يعكوب الكوليني في منشورات الفجر بيروت لبنان مطبوعات شبكة الفكر على الإنترنت جزء الأول يقول في صفحة 58 باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى الحديث الأول لاخد منه أيضا محل الشاهد مشاهدنا الكرام يتحدث فيه رجل يطلب من الإمام جعفر أن يعلمه التوحيد الصحيح هنا يرد الإمام مشاهدنا الكرام قال سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تعالى الله عما يصف الواصفون أو يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ده كلام الإمام أبي عبد الله يقول ما نذل به القرآن من صفات الله عز وجل الله أكبر فانفي عن الله تعالى البطلانة والتشبيه فلا نفي ولا تشبيه هو الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان الإمام يقول أن التوحيد الصحيح وما وصف به الله نفسه في القرآن الكريم ولا تعد القرآن فتضل بعد البيان يا طارى بقى عوام الشيعة الإثنى عشرية هتوافق اللي احنا هنعرضه ده ولا هترفضه وتتبع المرجعيات الذين سطروا لديهم الدين في العقول الصفة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة واخترتها هي صفة اليد وان شاء الله تعالى هتكون هناك أجزاء لإكمال باقي الصفات بإذن الله تعالى تعالوا ندخل مع بعض سريعا المشاهدين الكرام في الكتب ونقرأ ما يدور بداخلها ثم لنا عودة إن شاء الله تعالى كتاب الكافي أو الروضة من الكافي الجزء الثامن مطبعات شبكة الفجر أيضا بيروت لبنان أمامكم دميع حقوق محفوظة للطبعة الأولى لسنة 2007 1438 هجرية رقم الطبعة أمامكم مشاهدين الكرام نقرأ لصفحة 51 كتاب الروضة صفحة 51 أمامكم حديث الحوت على أي شيء هو حديث رقم 56 يقول عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن ذرارة عن أحدهما عليه السلام قال أن الله عز وجل خلق الأرض ثم أرثل عليها الماء المالح أربعين صباحا والماء العزب أربعين صباحا حتى إذا التقت واختلطت أخذ بيده أخذ بيده قبضة فعرقها عرقا شديدا جميعا ثم فرقها ويأتي في كتاب مرآة العقول في شرح أخبار الرسول عن الحديث السابق الثك في كتاب الكافي لمحمد ابن عقوب الكوليني وطبعا أيضا كما سبق التوضيح نعرض أمامكم الكتاب بالطبعة بضل النشر بسنة النشر حتى نسهل على الباحثين من جفنة الشيع المحترمين التأكد من المصادر إن شاء الله تعالي صفحة 22 في الجزء 25 من كتاب مرآة العقول لشرح أخبار الرسول قال عن الحديث الذي ورض في كتاب الرضا يقول الحديث السادس والخمسون حسن الحديث السادس والخمسون حسن إذن الآن مشاهدنا الكرام أول صفة أثبتناها كتاب الله يقول إن لله سبحانه وتعالى يد والإمام يقول في الرواية التي صححها المجلسي إن لله سبحانه وتعالى يد نخش على الصفة اللي بعدها مشاهدنا الكرام ثم نعقب أيضا كتاب الفروع من الكافي في الجزء الرابع لشبكة الفكر مطبعات شبكة الفجر بيروت لبنان صفحة 20 شاهدنا الكرام حديث 12 عد من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجيزوا لأهل المعروف عصراتهم واغفروها لهم فإن كف الله عليه تعالى عليهم هكذا وآ وما بيده كأنه يظل شيئا المعصوم الإمام أبي عبد الله يثبت الكف لله ومعنى آ وما بيده أظن معروفة للجميع يأتي صاحب مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول في الجزء السادس عشر طبعا الطبع والنشر بنوضحه دايما في كل مصدر مشاهديننا الكرام يقول في صفحة مية خمسة وخمسين مية ستة وخمسين يقول عن هذا الحديث جزء ستاشر صفحة مية خمسة وخمسين يقول الحديث الثاني عشر صحيح الحديث الثاني عشر صحيح ودي بقى الصفة التانية اللي تحدث عنها الإمام هي إصبات صفة الكف لله سبحانه وتعالى وخدوا بالكم من عبارة وقاوم بيده يعني عمل إيدي زي ما أنا بعمل كده بالزبط مشاهديننا الكرام هل ينكر الشيعة قول الإمام الذي وافق القرآن أم يصدقون كلام العلماء نخش على اللي بعده كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليلي الجزء الثاني صفحة سبعة باب آخر منه وفيه زيادة وقوع التكليف الأول الحديث الثاني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن ابن أذنيه عن ذرارة أن رجلا سأل أبي جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أعرف 172 إلى آخر الآية فقال وأبوه يسمع عليه السلام حدثني أبي أن الله عز وجل قبض قبضة من طراب الطربة التي قلق منها آدم عليه السلام فصب عليها الماء العزب الفرات ثم طرقها أربعين صباحا ثم صب عليها الماء المالح الأجاج فطرقها أربعين صباحا فلما اختمرت الطينة أخذها فعرقها عرقا شديدا فخرقوا قذر من يمينه وشماله فخرقوا قذر من يمينه وشماله حديث اللي بعديه حديث رقم ثلاثة أيضا عن علي بن ابراهيم عن أبيه نأخذ محل الشاهد ثم قبض قبضة فعرقها ثم فرقها فرقتين بيده يأتي صاحب مرآة العقول في شرح أخبار قال الرسول المجلسي لرواية سالفة الزكر في الجزء السابع يقول في صفحة 19 حديث سابع صفحة 19 يقول الحديث الثاني حسن كالصحيح الحديث الثاني حسن كالصحيح كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل أبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من أعلام القرن الثالث الهجري تحقيق مؤسسة آل البيت لأحياء الطراث حديث رقم 193 في صفحة 61 يقول وعنه عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن يمين الله وكلت يديه يمين عن يمين العرش قوم على وجوههم نور إلى آخر الرواية حل الشاهد يثبتونا كلت يديه يمين نأتي في الكتاب الآخر مشاهديننا الكرام كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه لمؤلفه محمد طقي المجلسي جاء في الجزء 13 صفحة 24 في الحديث يقول أخذ بالكم بقى من تصحيح هذه الرواية روى المصنف في الصحيح المصنف في الصحيح وعلي بن إبراهيم في الحسن كالصحيح عن جابر عن أبي آسف عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أن الله تبارك وتعالى لما أحب أن يخلق خلقا بيده وذلك بعد ما مضى الجن ونس ناس في الأرض سبعة آلاف سنة كمل الرواية أخواننا الكرام ونأخذ محل الشاهد في صفحة 26 إلى أن نقف فقال فاطرف ربنا عز وجل غرفة بيمينه من الماء العزب الفراط وكل تيديه يمين وكل تيديه يمين ما تنسوش أن الرواية سنفت صحيحة وعلي بن إبراهيم في الحسن كالصحيح كتاب اللي بعده مشاهدنا الكرام كتاب المحاسن للمحدث الجليل أبي جعفر بن محمد بن خالد البركي في المزء الأول يقول في صفحة 437 برقب حديث 415 نأخذ محل الشاهد أيضا قام رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال كتاب كتبه الله بيمينه وكل تيديه يمين فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لبعض مشاهدنا الكرام كتاب تفسير المحيط الأعظم للسيد حيدر الأملي يقول في صفحة 48 عن قول الله لما خلقت بيدي وإني خالق بشر من تين فلما خمر الحق تعالى بيده تينة آدم بيده تينة آدم حتى ريحها وهو المسنون ثم يأتي بعد ذلك ويقول فإنه سبحانه أخبرنا أن في قبدة قبدة يمينه السعداء وفي قبدة اليد الأخرى الأشقياء وكلت يديه ربي يمين مباركة أثبت لله يديه وقال له أن لله سبحانه وتعالى كلت يديه يمين أيضا في نفس الكتاب في صفحة 49 عن حديث قال رسول الله المتحبون في الله يوم القيامة على أرض ذباش القدراء في ظل عرش عن يمينه وكلت يديه يمين الحديث جاء طبعا كما طرون في الصورة في أصول الكافي إلى أن يأتي أقول كتاب كتبه الله بيمينه وكلت يديه يمين فيه أسماء أهل الجنة ورد هذا الحديث في بحر الأنوار كذا 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 وبعد بقى مورناكم مشاهدين الكرام إثبات صفة اليد بكل ما تحمل معاني وصفة الكف وصفة اليمين وصفة اليسار وأن كلت يديه يمين يأتي شيعي بعد ذلك ويقول لا نعترف بما جاء في الكتب أنت لا تعترف بما قال أهل البيت أنت لا تعترف بما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هي دي المشكلة اللي بيقع فيها عوام الشيع العشرية اتباعهم للعلماء وأقوال العلماء لو ركز معنا الشيع العشري اليوم في قول الإمام في البداية أن كل صفة خالفة القرآن أو لا تعد القرآن وآمن بها لعلم أن هذا الحق من عند الله سبحانه وتعالى ييجي شيعي ذاكي يقول لي طب منت عندك بتقوله بنفس الصفات لماذا تنكرون عن الشيع نحن نؤمن بأن هذه الصفات أقرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وآمن بها أنتم من نفيتم وعطلتم لأنكم وقعتم في التشبيه وفي التكسين فالإيمان عندنا نحن أهل السنة والجماعة للصفات كما قال الإمام إثبات بلا تشبيه ولا تعطيل أن نقول أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفة نؤمن بها كما جاءت في القرآن لا نعلم كيفيتها ولا نشبهها ولا نؤولها ولا نعطلها لأنه ليس كمثله شيء كما قال الإمام يبقى إذن ليس شرط الإيمان بالصفة أن تشبه تلك الصفة وتقول مثل صفة فلان أو صفة فلان من المخلوقات الإمام قال عندك لا تتعداها فأرجو أن لا تتعداها ولكن المشكلة الكبيرة مشاهدنا الكرام اللي بيقع فيها عوام الشيعة الاثنى وعشرية أنا هي مشكلة التشبيه يعني بمعنى أصح يعني أنه يتخيل الشيء ثم بعد ذلك يقع في التكسيم ثم يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه ثم يقول بالنفي لهذه الصفة يجي واحد زاكي بيقول الله أنت بتقول كلتا يديه يمين ويمين وشمال أليس اليمين والشمال يعتبر جهات وأنتم تنفونا الجهة عن الله سبحانه وتعالى لماذا في تلك الروايات قال الإمام عن يميني وعن شمالي فهذا يدل على إثبات الصفة لله أو الجهة بمعنى أصح معقول الكلام الغريب العجيب ده موجود في كتب الشيعة نعم أنا تحدثت اليوم عن صفة واحدة بأدلة وببراهين إن شاء الله نكمل معكم السلسلة بأدلة أخرى وببراهين أخرى نثبت فيها جميع الصفات التي يتأولون به على أهل السنة والجماعة ويقولون عنهم فيها إنهم مجسمة أما يجي شيعي زاكي ويجي يتكلم وقولك أصل هنا اليد بمعنى القوة واليد بمعنى القدرة يقول لله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي مثنى يعني لله إما تقول قدرتين أو قوتين حسب أصول لغة العرب إزاي هتأول اليمين والشمال في هذا الموقف العصيب عندما تحدث الإمام وأثبت تلك الصفات لله سبحانه وتعالى هل تقول هل ستستطيع أن تقول أن الشمال قدرة واليمين قوة طبعا سيتلاعب المراجع بعقول العوام حول هذه الحلقة خاصة وحلقات أخرى قادمة بإذن الله تعالى تبين لكم أن عقيدة أهل البيت الصحيحة هي التي وافقت القرآن الكريم في الكتب لديكم ولكن هل علموكم المراجع هذه الروايات وهذه الأقوال المصححة التي لا تخالف القرآن هل يطرس يتمسك الشيعة بقول الإمام اعرضوا أحديثنا على القرآن أم إنهم أيضا سيدربون بهذا الحديث عادة القدار ولا يعترفون به أضحقني أحد المعلقين على القناة وقال في اتصالي على قاذم الكفائية الياسرية أنت تريد أن تثبت لله سبحانه وتعالى صفات جسمية حسية بدنية بشرية والله اتحكت على هذا الطالب لماذا؟ لأننا سنثبت إن شاء الله تعالى في نهاية السلسلة هذه من الذي قال بالجسمية لله وشبه الله سبحانه وتعالى واقع في الكفر والعياذ بالله حتى لو أطيل عليكم مشاهدنا الكرام انتظرونا في حلقات أخرى إن شاء الله تعالى قريبة في سلسلة التكسيم وإثبات الصفات في الفكر الشيع لإثن عشري من أقوال أهل البيت إن شاء الله تعالى مستمرين معكم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى لا تنسوش إخبارنا الكرام تعملوا اشتراك في القناة حتى أصل لكم كل ما هو جديد وعايز المقطع ده ينتشر على أوسع نقاط إن شاء الله تعالى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته